جماعتني بي مكلمة قبل البرنامج وطمنت عليه إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل يرجع بإذن الله رب العالمين لنا مرة تانية والكابتن سيد قال لي أن بعض المواقع بتكتب أن المتش اللي هو بتاع سانداونز يوم 11 أو معظم المواقع بتكتب أنه هو يوم 11 لا الأصل أو الرسمي أن ماتش سانداونز هناك في جنوب أفريقيا يوم 12 يوم 12 وليس 11 كمان اتكلم معي على موضوع بسأله عنه الهلال السوداني أنا عارف أن ماتش السنغال اترحى اليوم كمان بقى يوم 29 اللي هو الماتش الثاني بتاع مصر والسنغال بإذن الله في تصفات كسعالة إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري بإذن الله بالسعود وإحنا المواقع كلها بتكتب أن مباراة الهلال السوداني بعد مباراة مصر والسنغال على طول يوم 1 أبريل ولكن هو المباراة يوم 2 أبريل مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم 2 أبريل ومباراة الأهلي والهلال السوداني هنا المباراة الأهلي والسنغال في جنوب أفريقيا يوم 12 مارس إن شاء الله فبإذن الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مرحلة اللي جاية في مرحلة صعبة جدا 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 فيها ضغط كبير جدا 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 على لعيبة النادي الأهلي والجاز الفني والمنظومة ككل فالحمد لله الحمد لله يمكن من كلام محمد توفيق مرسلنا يعني شايفين إن شاء الله جهازات جميع اللي لعيبين للمباراة عايز برضو قبل منسى ماتش الأهلي وسنداونز يوم 12 ماتش الأهلي وسنداونز يوم 12 في ماتش للنادي الأهلي مع بيراميدز قبليها بيومين قبليها بيومين يوم 8 واليوم 9 أمشي 10 عشان ألعب 12 في جنوب أفريقيا دي على الأساس أن جنوب أفريقيا دي في المهندسين ولا في العجوزة يوم 8 أخلص 9 أمشي 10 ألعب 12 يعني صعبة شوي صعبة لأن حتى جنوب أفريقيا لو أخذتها دايريكت هتخدها في 10-11 ساعة أنت مضيع يوم ويوم خلص بالليل ويوم مسافر يعني خلاص أنت هتروح على الماتش على طول فأتمنى إن شاء الله إن ماتش بيراميدز دي يكون لي حل إن شاء الله مباراة مهمة جدا وصعبة جدا النهاردة إنما إن شاء الله لعبة وأبطال ونجوم النادي الأهلي يعدوا المرحلة الصعبة دي والنهاردة بإذن الله تكون البداية أروح لفاصل وبعدين أستقبل ديوفي إن شاء الله حيشرفوني النهاردة ولكن قبل ما أروح للفاصل أتمنى زي ما يلزم إنا محمد توفيق أتمنى التوفيق لطاقم تحكيم مباراة اليوم بقيادة الكابتن محمد معروف إحنا مش عايزين إلا العدالة لينا موقف السنة اللي فاتت مع الكابتن محمد معروف ماتش المحلة أنا حضرتك مش عايز أخد غير حقي إديني حقي بس وحقي الفرقة التانية طبعا إديني حقي وإدي الفرقة التانية حقها أتمنى التوفيق والتركيز لطاقم التحكيم والفار إدي كل واحد حقه بتكلم على حكم المباراة أو حكم الفيديو لو لينا حاجة حسبها لو علينا حاجة برضو حسبها أتمنى التوفيق إن شاء الله هنروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل نجومنا الكبرلة هيتشرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء مايهوب كابتن أسامة عرابي وكابتن أسامة حسني أرجوكم انتظرونا